ولأن دلوقتي الثامنة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع منا الشراوي تفضل يمن شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية ووجه الرئيس سيسي بدراسة سبل إتاحة قاعدة البيانات التشريعية القومية الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها وأوضح المتحدث أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الوزارة للحد من حالة الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقي واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل كما وجه مدبولي بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم بالتنسيق بين الوزراء المعنية والخروج بنتائج وتصور نهائي أعلنت اللجنة العليا لمعرض الكتاب الدولي للكتاب أن اليوم الرابع من دورته 53 شهد دخول 50 ألف زائر من مختلف الشرائح العمرية والاكتبات وتستمر الدورة حتى السابع من فبراير القادم وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للنشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها ألف وثلاثة وستون ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال سرعة إزالة أثار الحريق الذي نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كاب الكهربائي امتدى لعقارين وأصفر عن 12 مصابا بحالة اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجماعي ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصاب الحادث من جانبه قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين لم يصب المسجد بأي ضرر أعلنت وزارة الدفاع الإماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي تجاه أراضيها وأكدت الوزارة في بيان أنه لم ينتج عن الهجوم آية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة بالسكان وأوضحت الوزارة أن قواتها نجحت بمشاركة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية كما أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع آية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1974 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حالة وأشارت وزارة الصحة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2211 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة وختاما تأهل المنتخب الوطني للدوري نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف افتتح سوفيان بوفال التسجيل للمغرب في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة الثالثة والخمسين ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل محمود حسن تريزيجي لهدف الفوز في الدقيقة المئة ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره الكاميروني في الدوري نصف النهائي ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفوز